طبط أوقاتكم على خلفية اعتقال النجلة محافظ النجاف يستغرب تهويل الإعلامي الممنهج ويعتبره استهدافا سياسيا له مع قرب الانتخابات ما هو رأيك ماجد مهدي يقول كلمة استهداف سياسي أصبحت الشماع الوحيدة التي يعلق عليها السياسيون والمسؤولون العراقيون أسباب فشلهم في إدارة شؤون الدولة ومنهم محافظ النجاف الذي يحاول يائسا أن يدر الرمادة في العيون كونه مقصرا في حماية النجاف من تجارة المخل المخدرات لأنها تحظى بخصوصيات قدسية كما يقول عمار حميد الاعتراف بالخطأ فضيلة ومن هذا المنطلق كان على المحافظ الاعتراف بتقصير نجله وتقديم اعتداره للشعب وتقديم استقالته بدل اتهام الآخرين لكنه من الواضح أنه يفتقد إلى أساسية وشروط رعاية الناس التي أكد عليها الإسلام التي تنتمي إليه كتلته على الأعظم حالة نجل محافظ النجاف حالة من مئات الحالات لتصرفات أبناء المسؤولين أما الاستهداف السياسي فهي حجة تعود لاشتعود الشرع العراقي سماها من قبل المسؤولين وهذه الفضيحة كشفت هشاشة وفساد أرفع جهاز من الأجهزة الأمنية مؤتمن على أرواح العراقيين وهذا نتاج نظام محاصصة أما في تويتر رائد الهلالي لو كل شاب تعطى عشر غرام من المخدرات التي ضبطت مع ابنه هذا يعني ستمائة شاب عراقي أصبحوا مشاريع إجرام وإدمان وهذا لا يعني المحافظ بقدر حصوله على منصب المحافظ من أجل أن يكمل ما لم يسرقه في الدورة الحالية وحتى يغطي على جريمة ابنه ضد الشعب العراقي يعبر عن امتعاض الشعب التضخيم الأعلامي سليم إبراهيم القبض على ابن محافظ النجف باعتباره تاجر مخدرات لها دلالات خطيرة فهو ليس شاب طائش تعطاها فقط وإنما قد يكون عضوا بعصبة أكبر لنشر المخدرات وتخدير الشعب العراقي ودفعه لليأس والدمار وهي رسالة للشعب من أن لا ينخدعوا مرة ثانية بانتخاب متسترين بالدين وهم بحقيقتهم فاسدين أخيرا محمد المياحي يجب أن يطبق القانون على كل مواطن سواء ابن محافظ أو وزير ويفضح أمام الناس ليكون عبرة لمن اعتبر ويحكم حاله من حال أي شخص متهم في بيع المخدرات وهذه ليست قضية عادية لأنه لا فرق بينها وبين الإرهاب كيف يحكموا أبناءهم إرهابيين لا حول ولا قوة إلا بالله نبقى في نفس الموضوع حيث الجدل واللغط الكبير الذي أحدثه اعتقال نجل محافظ النجف في الأمس في بغداد وضبط كميات كبيرة من المخدرات معه القضية شغلت الرأي العام مع اقتراب موعد الانتخابات وحملت أوجها عديدة بين تهويل الإعلامي بحسب قول محافظ النجف وبين بداية حقيقية لمحاربة الفساد وبين طبيعة ومحتوى القضية التي تستحق تصلط الضوء عليها أراء المختصين والمواطنين مع راجي نصير الإعلان على اعتقال نجل محافظ النجف في بغداد وضبط كميات كبيرة من المخدرات معه شكلت صدمة قوية للشارع النجفية خاصة لجهة طبيعة التهمة وثقلها القانوني والأخلاقية صدمنا وتفاجئنا بهذا الخبر يعني شيء يعني تفاجئنا به خطأت يعني هواي جماعة جهقون به هاي الباجات اللي يطلوها أصلا بدون عنوان إذا كان هذا الشخص ابن سيد المحافظ مرتكب هذه الجريمة فالقضاء موجود ويأخذ عقابة وكل شيء ينتهي محافظ النجف لؤي لياسر قال في بيان له مساء أمس أنه حريص على سيادة القانون ومحاربة الجريمة بكل أشكالها ومضامينها وأن سيادة العدل والقصاص يجب أن تطال الجميع معاربا عن استغرابه لما سماه بالتهويل العالمي للقضية التي وصفها بأنها استهداف سياسي على أبواب الانتخابات فيما رأى مراقبون أن القضية ربما تكون بداية جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين وتفعيل عمل القضاء كما حدث في النجف ربما هو بادرة لكي نذهب إلى محاسبة المسؤولين ومتعلقيهم وعوائلهم وفرصة للقضاء أن يأخذ دورة على أعلى مستوى لكي نحقق حالة من الشفافية في مكافحة الفساد طبعا هذا ما ثبتت الإدانة للشخص المعني إعلاميون نفى وجود استهداف شخصي في التغطية الإعلامية مؤكدين أن طبيعة الخبر ومعطياته تعطي له قيمة خبرية عالية مرجحين أن يكون الاستهداف لجهاز المخابرات من خلال نشر هوية المنتسب إليه بشكل مقصود حسب قولهم كان في الخبر ثلاث قيم الأول أنه ضابط في جهاز المخابرات والقيمة الثانية أنه ابن محافظ والموضوع الثالث كان مادة المخدرات كميات كبيرة وأعتقد هو نوع من أنواع الاستهداف الإعلامي لجهاز المخابرات فيما ذهب آخرون إلى أن الموضوع رافقته خروقات تمثلت في تسريب صور المتهم ومستمسكاته الشخصية قبل الحكم عليه وهو ما يمنعه القانون العراقي ضرورة عدم التأثير على العدالة ودفاع عن القضاء العراقي لا يجري تسريبات من هذا الطراز وبالتالي تستغل بطريقة غير مناسبة تؤدي إلى تشهير أو تسقيط ولكن نحن نؤكد ضرورة أخذ القضاء دوره لأنه مثل هذا العمل عمل خطير يأذي جسد المجتمع وخصوصا الشباب وكان الياسر يتسلم منصبه في الثالث من أيلول عام 2015 خلافا للمحافظ السابق عدنان الزرفي الذي أقاله مجلس المحافظة وبغض النظر عما يقف وراءها فإن تسريب خبر الاعتقال لنجد المحافظ يمثل ضربة لمحافظ النجف الذي يستعد لدخول الانتخابات المقبلة راجي نصير الحرة النجف الأشرق